سنتر لونكار ولدينا اللعب المطيري وكذلك أيوفاوساوي ومكيقل النجم الفريق في الجولة الماضية وكذلك السليماني لاحظ هنا مكيقل يبدأ في الهجمة وسكرين رائع من أيوفاوساوي يبحث عن مسماتش النجم الجولة الماضية لونكار لاحظ تومان جيم مميز جدا لونكار مسماتش تحت السلة وأول تزديدة رائعة جدا للعب ماركوس لونكار سنتر لعب النصر مكيقل يتريقي السلام وأول سليماني إلى ماركوس يبحث عن دريبل هاندوفر رائع لمكيقل وتومان جيم وثلاثية وقطع ياس الدبل دراق رائع جدا أوبين ثري السلام أوه ماركوس أوه سهلة سهلة نادي الخليدية بشكل يعني واضح جدا دونتي مكيقل أوه أوه مميز جدا هنا دونتي مكيقل دبل دراق آخر لاحظ هونز ويا سلام دونتي يبحث عن الأربعين نقطة للمرة الثانية أحب دونتي من الاختراق وعدم الضغط عليه على خط ثري لأنه لاعب لا يسدد الثلاثيات وأول ثلاثي نادي الخليدية لاعب الأحمد أسحاق الأحمد وهنا ترنوبر ثلاثية أوبين أوه أوه لصالح الخليدية لاحظ ثلاثية وجرأة إسحاق بشكل رائع جدا يا السلام على أبناء الخليدية على هذا الأداء هنا الكرة ثلاثية أخرى أوه لاحظونا جيرميل جونز يتأخر ومدرينج أوه كمية تسديدات صعبة لنادي الخليدية تميز واضح في الجومب شوت إتقان ولا أروى لدينادي الخليدية في الجومب شوت يمين نادي النصر دائما إلى كاي تيلر دانتي مكيقل ناجم النصر لاحظونا يحاول العقاب وأول ثلاثية من ما حصل فيه الربع الأول هو محظو صدفة والسلام على السرعة الفائقة والانفجارية لا دل لا يبدو بترانزيشن مصعب عادانتي يتردد تعمل فيك يسأل أوه مع الدنك يا عيني عليك وان هان جام من مصعب قاضي يسحقها بقوة وبعد الهوب استب الرائع عير استب الأرواع يسحقها فيلعب صراحة اليوم لوحدة في السرعة هنا جيكاية تاير تمريرة واضحة جدا نادي النصر وظهر الأول كذلك للعب الرقم خمسة دانتي مكيقل از تو هت دانتي مكيقل رائع جدا اون فاير تي او افتر تايم اوت بلاي هي أفضل وأهم دانتي مكيقل يا السلام ثلاثي او دانتي يا السلام على الفيديوية ولكن قصيرة ماركس لون كورو يسجل بكل قوة سجل بكل قوة السكند وققاضي لاحظونا اوبن يا السلام ويسجل بكل سهولة ولكن غير موفقة وريباوند آخر لدى ايوب كلاهو هذا العام بعد نحقق الانتصار الأول هنا ستيل تيرنوبور مصعب الدانك الثالث فيه 85 باوند ماركس لونكار يحاول الدخول تحت السلة ومعاقبة دفاع الزون يا سلام يا دانتي مكيقل هذا اللعب حفيك للتسديد دانتي مكيقل بريد الثلاثية أوهو بريد الثلاثية تسجل أربعين نقطة لإنباتين متتالية جيرمل جونز وهنا تيرنوبور يا السلام تيريا فيك رائع جدا بدرينج حايدر ولكن بعيدة حقيقة لكن الصالح أخوال دية فارق واضح لنادي النصر يا السلام على اللعب والبليدز أيضا كذلك في الهارد هج في البيكندرول يا السلام يسجلك الرسم الماضي رابعا كانت المنافسة رائعة جدا في السنة الماضية عندما تمت تحديد بطل الدوري في آخر جولة الذي لا يتواجد هذا العام يا السلام الضغط قوي جدا عن ركبة عند التسديد واليوب رائع لي جاكيا تايلر سجل حاول أن يساح ظليورستيبر رائع طالب بالخطة تمريرة إلى أحمد وسلة سهلة لنادي النصر لدى نادي أخوال دية واليوب شت ستكون لك الأفضلية والسيطرة على المباراة حتى لو كان الأمر على صعيد المستوى العالية من متنافسين كبار تهي المباراة عزيزي المتابعين عزيزي المشاهدين شكرا لكم كنت معكم أنا عبداليز النمر حضيت بنقل هذه المباراة بين نادي النصر ونادي الخلدي على أن نلتقي إن شاء الله في قادم الأيام ألف مبروك لنادي النصر